وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والتي ستعقد على مدار يومين ويومي 17 والثامن عشر من فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة تعقد هذا العام تحت عنوان إفريقيا وأوروبا قارتان برؤية مشتركة حتى عام 2030 والتي عقدت أولى دورتها في القاهرة في عام 2000 أشار المتحدث الرسمي بأن السيد الرئيسي اعتزم التركيز خلال أعمال القمة الإفريقية الأوروبية على مختلف الموضوعات التي تهم الدول الإفريقية خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى تأكيد ضرورة تقديم المساندة الفعالة لهذه الدول في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ودفع حركة الاستثمار الأجنبي وتمكنها من زيادة الاعتماد على مصادر التقة المتجددة كما سيستعرض الرئيس السيسي استعدادات مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة القادمة للمناخ في نوفمبر من العام الجاري والجهود المصرية لخروجها بنتائج متوازنة وقابلة لتنفيذ وكاد الدفع نحو أهمية بلورة رؤية مشتركة لدعم وتمويل القارة الإفريقية خلال جائحة كورونا ومن المقرر أن يتضمن برنامج زيارة سيد الرئيس إلى بلجيكا عقد مباحثات قمة مع ملك بلجيكا ورئيس الوزراء كما سيعقد السيد الرئيس لقاء مع نغبة من مجتمع رجال الأعمال البلجيكي إضافة إلى لقاءات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة